أهلاً بكم في فينيكس للمحاسبة والمستودعات تم تفعيل الربط مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم في جمهورية العربية السورية ليتم إرسال الفواتير إلى منظومة رمز التحقق الرقمي في الهيئة وتوقيعها رقمياً تتم عملية الربط من خلال إضافة حزمة الربط الحكومي وتفعيلها من قائمة أدوات ملحقات نقوم بإدخال البيانات المطلوبة والتي تقوم الهيئة العامة للضرائب والرسوم بتزويد الشركة بهذه البيانات وهي خاصة بكل شركة يجب تحديد أنماط الفواتير المراد إرسالها لموظمة رمز التحقق الرقمي وتوقيعها يجب الانتباه والملاحظة إلى أن هذه البيانات يتم إدخالها لمرة واحدة فقط وغير ممكن تعديلها لاحقاً كذلك سيقوم البرنامج بإلغاء كافة عمليات التعديل والحذف عن كل أنماط الفواتير ومسجلات الحركات بمجرد حفظ بيانات المنشأة الضريبية لنقوم الآن بعمل مثال سنقوم بتوليد فاتورة مبيعات وتوقيعها رقمياً نلاحظ أنه عند حفظ الفاتورة قد تم إرسالها فوراً وتم عرض شريطاً برقم التوقيع المرسل من مخدم الهيئة وفي حال طباعة الفاتورة يمكن عرض رقم الفاتورة الضريبي بشكل QR Code أو بشكل نصي كما تم إضافة تقرير يقوم بعرض الفواتير المرسلة للمغظومة والفواتير غير المرسلة مع إمكانية إرسال الفواتير غير المرسلة وعند الدخول إلى موقع الهيئة العامة للضرائب والرسوم يمكننا متابعة الفواتير التي تم إرسالها إلى الهيئة والمطابقة مع برنامج فينيكس كما يمكن لأي شخص التحقق من صحة فاتورته من خلال مسح رمز الـ QR Barcode أو إدخال رقم التحقق الضريبي ضمن التطبيق الخاص للهيئة العامة للضرائب والرسوم ومعرفة معلومات فاتورته والتأكد من صحتها شكراً لمتابعتكم ترجمة نانسي قنقر